يتواصل توافد المصريين وبعض مواطنية الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين وتتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين ودوي الجنسيات الأخرى وقال المتابعة نضم إلينا على الهواء مباشرة من أبو سنبل مرسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود صف لنا الأوضاع وكيف تستمر عمليات توافد المصريين والجنسيات الأخرى عبر أبو سنبل حيث تتواجد لديك نعم إيمان بعد النحية صورتان همتان اليوم في معبر قسطل الصورة الأولى هو يعني هناك عدد كبير من توافد السودانيين عبر معبر قسطل ويعني كانوا ينتظرون انتهاء الإجراءات بالطبع داخل معبر قسطل وأيضا بالتوازي عدد كبير من الحافلات التي تنقل السودانيين من وادي حلفة ودخولا إلى معبر قسطل فاليوم يعني رأينا صورة كانت هناك ازدياد في أعداد الوافدين ويعني تقدم لهم بالطبع كل التسهيلات المقدمة سواء في الجوازات أو حتى في الخدمات المقدمة كان بالتوازي كل الخدمات الموجودة في معبر قسطل تقدم لهؤلاء الوافدين اليوم من حيث زجاجات المياه من حيث الحقائب انضافة الشخصية وأيضا بعض الوجبات الجذائية التي تقدم من قبل جمعية الهلال الأحمر المتواجدة في معبر قسطل الحافلات أيضا كانت موجودة وتسهل لها الإجراءات في العبور من بوابة معبر قسطل ووصولا إلى هنا في ميناء أبو سنبل النهري الصورة الثانية هي كانت لوجود بعض الشاحنات المحملة بعدد من رؤوس الماشية القادمة من السودان وهذه حركة تجارية متبادلة بين البلدين على مدار الأيام تستمر خاصة في هذه الأيام نظرا لقدوم عيد الأطحى المبارك فبالتالي كان هناك عدد من هذه الشاحنات موجودة بالفعل داخل معبر قسطل والتي عبرت إلى الجانب المصري ستصل إلى هنا في ميناء أبو سنبل النهري عبر العبارات التابعة لمحافظة أسوان والقوات المسلحة المصرية ثم ستتجه إلى محافظة القاهرة أيضا ميناء أبو سنبل النهري هنا به عدد كبير من الحافلات المنتظرة داخل هذا الميناء يعني الانتظار كنوع من الاستراحة القصيرة للوافدين السودانيين عبر مرسى حجر الشمس ليتناولوا بعض الوجبات الخفيفة وأيضا يعني بعض المشروبات الخفيفة ثم سينطلقوا بعد ذلك إلى محافظة أسوان وإلى موقف كاركر الدولية أو إلى محافظة القاهرة من خلال محطة سكك حديد أسوان نتحدث أيضا عن وجود هذه الخدمات المتواجدة على مدار الساعة لتقديمها لأسودانيين خاصة في ظل درجة الحرارة الموجودة هنا في مدينة أبو سنبل أو يعني عاصفة ترابية موجودة أيضا فبالتالي يقدم لهم كل هذه الخدمات مرورا من معبر قسطل ووصولا إلى هنا في ميناء أبو سنبل النهري أو حتى وصولا إلى موقف كاركر الدولي أشكرك محمود جميل كنت معنا على الهواء من ميناء أبو سنبل ترجمة نانسي قنقر